التنصيب مدينا تشاهدات في بعض التنصيبات في بعض التخصصات واللي هي أيضا العملية ما زالت سارية حتى عملية التنصيب الكلاسيكي هي دائمة ولكن عملية تغلق الملف في الإدماج إن شاء الله رح ينتهي في 31 ديسمبر وما دابينا كل نجري نتكاثف الجهود باش نغلقوا الملف هذا نهائيا يبقى قضية المشرفين التربويين كنت تكلمت على المشرفين التربويين وقلت باللي على المستوى الوطني استفاد من المستفيدين من دي اي بي استفادوا بهذا المنصب حوالي ما يفوق 40 ألف مستفيد من هذا المنصب من 45 ألف منصب تقدمت هنا وزارة التربية الوطنية يعني يبقى تلنا حوالي 2700 إلى 2800 مستفيد من دي اي بي ما زال ما لتحقش بهذا المنصب إن شاء الله يلتحقوا به في آخر أجل اللي هو 31 ديسمبر الجاري هذه هي أهم الإنجازات كنا نخذينا أيضا القرارات بتحويل تحويل يعني تحويل مقر تعالوكلة الولائية للتشغيل إلى مقر آخر نظرا للظروف اللي كنتم شفتوها كامل هذا واجدرنا اليوم اتمنى لكم التوفيق وبرك الله فيكم شكرا لكم